ده الرأي التونسي الرأي المصري بقى للصديق العزيز خالد بيومي مقالته في الجمهورية خارج السرب قال لم أتعود الحديث عن صفقة قادمة إلى نادي وخاصة عندما لا أكون متابعا جيدا لها وانطباعي يأتي من خلال مشاهدة اللعب في عدة مباريات سواء مع ناديه أو منتخب ولكن بالسؤال عن الموهبة القادمة للنادي الأهلي ومن خلال حديثي مع نجم تونس السابق والنجم الساحلي زوبير بايا وهو من أشد المقتنعين بمحمد الضوء كريستو أكد لي أن كريستو سيكون أحد أهم من نجوم تونس مستقبلا لما يمتلكه من شخصية وإمكانات فنية هائلة والأهم هي الأخلاق داخل وخارج الملعب ما يعني أن الدور ينتظره موهبة جديدة وكل ما يحتاجه الضوء هو الصب ودعم جماهير الأهلي بيقول خالد بيومي زوبير بايا قال لي أن كريستو لا يجيد اللعب بكلتا القدمين نعم يحتاجه أن كريستو لعب يجيد اللعب بكلتا القدمين نعم يحتاجه الأهلي وهو يحتاج ثقة الجماهير الأهلوية في البداية طيب زوبير بايا دا واحد من أساطير الكرة التنوسية آه ولعب دا ولي وكان في وقت ملوات كنا نتمنى أنه يجي النادي الأهلي ولكن كلامه أنه هو بيقول أنا من أشد المقتنعين به وكان بيتكلم في حديث بينه وبين خالد بيومي لا تصريح آه يعني في وسيلة ولا بتاعش أن نقول أنه كان يعني متحفز أو دبلوماسي آه لما بيعدد صفاته يلفت نظرك أنه هو كلعب بقى شدد على ثلاث حاجات عنده موهبة جامدة بيجيد اللعب بالقدمين آه آه ولكن شخصيته كويسة كورويا وأهم حاجة بقى ودي تهمنا جميعنا يا جماعة هي الأخلاق داخل وخارج الملعب مما يعني أن الدوري المصري دا بقى كلام بيستكمل آه خالد بيومي ينتظره آه موهبة ولكن كل المحتاجه وهنا بقى يأتي دورنا احنا يا جماعة والنبي احنا مش بنعل التوقعات احنا مش عايزين ناخد الكلام دا عشان نعلي بيه التوقعات ولكن عن نعلي بيه أملنا أن بالصبر والمؤاذرة مش عايزين من نبي ننظر على اللاعب بدري بدري لأنه تصفح سنة مش محتاجه نختلف عليه كل ما نجيب حد لازم يختلف عليه النهاردة كل الناس طلعت قولك أظهروا أهم مقفر والدخل النادي الأهلي بعد فلابيو حتى اليوم طب أظهروا كان يلقى ايه من الجماهير ومن المحللين يجيب بقول يقوله ضيع ثلاثة جيب اتنين يقولك ضيع مش عارف كام كان اللاعب يعطيك أملا في أي لحظة يحرز هدفا وعدد الأهداف مرعب اللي جابه بالأسست بضربات الجزاء اللي تسبب فيها ولكن ضغط عليه فلم يستكمل مشواره احنا دورنا ندي ندي الأمل مش كل واحد يفصل مهارة عايز يشوفها في اللاعب ويحاسبه عليه اللاعب بإنتاجه في النهاية مع زميله والتزامه وتأثيره الإجابة على الملعب بهدف بأسست بأنه شكل ضغط بأنه بيقدي دوره التكتيك مع المدرب كويس داي المدربين بتحاسب كده خلينا احنا نستمتع بالفرقة ما نعودش باستمرار نضغط على الناس اللي بتشتغل ده كلام مهم جدا